وصل في فصل السحور خرج الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة فأمر صلى الله عليه وسلم بالسحور ورغب فيه بما ذكر في هذا الحديث وخرج أيضا يعني الإمام مسلم عن عمر بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور وفي حديث ثالث خرج أن سائي عن العرباص بن ساريا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال هلموا إلى الغذاء المبارك وخرج النسائي أيضا عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتسحر فقال إنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها وخرج الإمام مسلم وكذلك البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه ما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وقال الراوي ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا وزاد البخاري فقال فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر يعني ابن أم مكتوم والمقصود تأخير السحور خرجه البخاري من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أمنا عائشة وخرج أبو داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه وخرج النسائي عن عاصم عن ابن زيد قال قلنا لحذيفة أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع وخرج الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة قلت كم كان قدر ما بينهما قال خمسين آية وخرج الإمام مسلم كذلك عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا وحكاه حماد بيده يعني أشار بيده فقال يعني معترضا يعني حتى يظهر الفجر المستطير معترضا وليس فقط المستطيل فهذه أحاديث السحور قد ذكرناها ليقف من سمع كلامي في السحور عليها حتى يعلم أن ما خرجنا فيما نذهب إليه من الاعتبار فيه ما خرجنا عما أشار إليه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا لأن سيد هذه الطائفة أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه يقول علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة يعني أنه يقول رضي الله عنه وإن كنا قد أخذنا علمنا عن الله تعالى فما أخذناه من الكتب ولا من أفواه الرجال ولكن ما علمنا الله علما يخالف ما جاءت به الأنبياء بل هو عين ما جاءت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أما ما ذكرته من الأخبار أو إما ما ذكرته من الأخبار وإما مما أنزله الله في كتاب كما أخبر عن عبده خضر حين قال عبد من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وهذا هو علم الوهب الإلهي الذي أنتجته التقوى والعمل على الكتاب والسنة الذي لو عمل أهل الكتاب بما أنزل إليهم فأقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم وذلك إشارة إلى هذا العلم ومن تحت أرجلهم إشارة إلى علم الكسب وهو العلم الذي يناله أهل التقوى من هذه الأمة فإنه علم كسب إذ كان نتيجة عمل وهو التقوى فاعلم أن السحور مشتق من السحر وهو اختلاط الضوء والظلمة يريد زمان أكلة السحور يعني وقت اختلاط الضوء والظلمة فله وجه إلى النهار وله وجه إلى الليل فما له وجه إلى النهار سمي غداء فرجح فيه حكم النهار على حكم الليل كما فعل في الفطر فأمر بتعجيله فرجح فيه أيضا النهار على حكم الليل بوجود آثار الشمس فإن الأكل وقع فيه قبل زوال آثار النهار ودلائله فإن النهار قد أدبر لأن حقيقة النهار من طلوع حاجب الشمس الأول إلى غروب حاجب الشمس الآخر فبمغيبه يغيب قرص الشمس وآثار النهار في أول الليل من الغروب إلى مغيب البياض ومغيبه في آخر الليل من الفجر إلى طلوع الشمس فتحقيق زمان السحور الذي اعتبره الشارع يعني المشرع المعلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو من الفجر المستطيل إلى الفجر المستطير كما ورد في الحديث قبل قليل فهذا هو زمانه وما أكل قبل ذلك فليس بسحور وإنما هو أكل وهكذا هي صفة الشبهة لها وجه إلى الحق ووجه إلى الباطل ولهذا سمي الفجر الأول بالكذاب ولهذا سمي الفجر الثاني الصادق وما بينهما هو زمان السحور كما أن ما بين الوجهين الذين يظهران في الشبهة هو العلم الصحيح بها أنها شبهة فيتميز بعلمك بها الحق من الباطل كما تميزت بانتكاس الفجر الكاذب إلى الأرض والظلمة التي تظهر عند ذلك ميزت بذلك أن ذلك الفجر لا يمنع الصائمة من الأكل يعني الفجر الأول الذي هو الفجر المستطيل وهو الفجر الكاذب لا يمنع من الأكل بل إن السحور يبدأ عند ظهور الفجر الأول وينتهي عند ظهور الفجر الثاني وهو الفجر الصادق وهو الفجر المستطير وهنا على الهامش في النسخة الأولى هو نفس هذا الكلام لكن بصيغة مختلفة قليلا فيقول إلا أنه لا يمنع الأكل طلوع الفجر الأول وإنما هو في طلوع الفجر الثاني فهناك خلاف وموضع الإجماع ما كان قبل ذلك فليس بسحور يعني ما كان قبل الفجر فإنه أكل في الليل وبعده بعد الفجر فإنه من النهار وهكذا صفة الشبهة كما بينا هنا والله تعالى أعلى وأعلم ولهذا تسميه العرب ذنب السرحان وهو الذئب لأنه ليس في السباع أخبث منه فإنه يظهر الضعف ليحقر فتغفل عنه فينال مقصوده من الافتراس فإن ذنبه يشبه ذنب الكلب فيتخيل من لا يعرفه أنه كلب فيأمن منه وهو يشبه المنافق فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكلة السحور أمر بها وقال أنها بركة أعطاكم الله إياها فلا تدعوها فأكد أمره بها بنهيه أن لا يدعها أو بنهيه عن تركها فكما صرح بالأمر صرح بالنهي فيها عن تركها فأكد وجوبها فأشبهت أكلة السحور صلاة الوطر فإنها صلاة مأمور بها على طريق القربة المأمور بها فهي سنة مؤكدة وواجبة عند بعض العلماء وأكلة السحور أشد في التأكيد من الوطر في جنس الصلاة لما ورد في ذلك من التصريح بالنهي عن تركها وهو بمنزلة البحث عن الشبهة حتى يعرف بذلك الحق من الباطل فهذه هي البركة التي في أكلة السحور فإن البركة الزيادة فزادت على سائر الأكلات بشمولها للأمر والنهي فيها يعني أمر بها ونهى عن تركها وليس ذلك لغيرها من الأكلات ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها فصلا بين منزلة أهل الكتاب ومنزلتنا فهي إما ممن اختصنا بها الحق على سائر الأمم من أهل الكتاب وإما ممن أمرنا بالمحافظة عليها حتى نتميز من أهل الكتاب حيث أنزلت عليهم كما أنزلت علينا ففرطوا في حقها كما فعلوا في أشياء كثيرة وكل الوجهين سائغ وهذا يعم تعجيل الفطر وتأخير السحور فإن اعتبرنا أن أهل الكتاب هم القائمون بكتابهم علمنا أن الله سبحانه وتعالى اختصنا بفضل تعجيل الفطر وتأخير السحور وعليهم اختصنا وفضلنا عليهم وأنه ما أنزل ذلك عليهم فحرموا فضلها وإن اعتبرنا أن أهل الكتاب هم الذين أنزل عليهم كتاب الله سواء عملوا به أم لم يعملوا تأكد عندنا أن الله إنما أكد في ذلك حتى نتفضل حتى ننفصل عن أهل الكتاب إذ قد أمروا بذلك فضيعوه فضيعوه بترك العمل فمن رأى أكلة السحور بضم الهمزة أراد اللقمة الواحدة يعني أكلة وهو أقل ما يكون ومن فتحها أراد الغداء يعني أكلة أكلة للتصغير أكلة الغداء كاملا ثم من التأكيد فيها محافظة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاؤه إليها أنه دعا إليها وقال أنها بركة فبينها قولا وفعلا فقال هلموا إلى الغداء المبارك أو إلى الغذاء المبارك كما قال حي على الصلاة ثم إنه صلى الله عليه وسلم من تأكيده في ذلك وتغليبه للأكل على تركه مع التحقق ببيان المانع وهو الفجر الصادق أنك إذا سمعت النداء إذا كان في البلد من تعلم منه أنه لا ينادي إلا عند الطلوع الذي به تصح الصلاة كابن أم مكتوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا سمع المتسحر ذلك وجب عليه الترك يعني إذا كان أهل البلد يؤذنون عند طلوع الفجر الذي به تصح الصلاة كابن أم مكتوم فوجب عليه الترك فقيل له إن سمعته والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تقطع شربك من الماء مع هذا التحقق حتى تقضي حاجتك منه كما قال حزيفة هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع فجعل الحكم لحال الوقت وهو الوجود فكان الدفع أهون من الرفع لأن المرفوع معدوم والذي يريد رفعه موجود حاكم بالفعل وهو أنك آكل وشارب فالحكم له حتى يرتفع بنفسه كذلك الاسم الحاكم في الوقت على العبد إذا طلبه اسم آخر لا حكم له عليه كان الأولى بالعبد ألا ينفصل من هذا الاسم الإلهي حتى لا يبقى له حكم عليه يطالبه به فإذا فرغ من حكمه تلقى بالأدب ذلك الاسم الإلهي الذي يطلبه أيضا هكذا في الدنيا والآخرة كشخص حكم عليه اسم التواب عن فعل تقابلت فيه الأسماء الإلهية في حال الثمب فقال المنتقم أنا أولى به وقال الراحم أنا أولى به فتقابلا فنظر في حال العاصي أي اسم إلهي يحكم عليه وفيه فوجدوا التواب فتقوى الراحم على المنتقم وقال هذا إنابتي في المحل يعني نائبي في المحل فإنه لولا ما رحمته ما تاب فرجع المنتقم عن طلبه وتسلمه الراحم وصار التواب يرجع به إلى ربه من طاعة إلى طاعة بعدما كان يرجع به من معصية أو كفر إلى طاعة فهذا التائب مما ينعزل لأن التوبة قد لا تكون من ذب بل ترجع إلى الله سبحانه وتعالى في كل حال في كل طاعة فإن وجد في المحل الاسم الخاذل وهو حكمه في العبد في حال وقوع المخالفة منه فحينئذ يكون تقابل الأسماء المتقابلة أعظم وأشد فإن هذا الفعل يستدعيها أو يستدعيهما وكان الخاذل بينه وبين هذه الأسماء مواطئة من حيث لا يشعر بما فعله كل واحد منهما فيقول الراحم إن الخاذل دعاني فهو يساعدني على المنتقم ويقول المنتقم إنه دعاني فيساعدني على الراحم فإذا قبلا فإذا قبلا لا يريا منه مساعد لأحدهما فإن كان الخزلان كفر جاء الاسم العدل الحكم ليحكم بين الاسمين المتقابلين الراحم وإخوانه والمنتقم وإخوانه فيقول إن الله أمرني أن أحكم بينكما وهو قوله أصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا فيقول للطائفتين من الأسماء ارقبوا هذا العبد إلى آخر نفس يعني انتظروه إلى آخر نفس فإن فارق هذا الجسم وهو على كفره فليستلمه المنتقم ويتأخر عنه الراحم وجماعته وتأخر عنه أيها الراحم وجماعتك فيقول الراحم سبقت الرحمة الغضب فأنا السابق لا أتأخر فيقول الراحم سبقت الرحمة فأنا السابق لا أتأخر فيقول له العدل إنما يعتبر السبق في انتهاء المدى والمدى بعدما انتهى فما ترك المنتقم إلى أن يستوفي منه مقدار زمان المخالفة والخزلان فذلك انتهاء المدى فإذا انتهى فلك تجديد المطالبة فيحكم الله عند ذلك بما يشاء فإنه بعثني أي العدل بعثني حاكما حكمت بما يعطيه علمي وإن ولي المفضل أو المنعم الحكم أيضا بحسب ما أذن له فيه فينفصل على هذا الحد وإن كان الخاذل في هذا المحل لم يعطى كفرا وأعطي معصية ووقع في هذا التقابل بين الأسماء فجاء الحكم العدل فجاء الحكم العدل وكلم كل واحد من الطائفتين وسمع دعواهما وأن كل واحد منهما يدعي الحق له فطالبهم بالبينة فيقول المنتقم أي بينة أوضح من وقوع الفعل أما تراه سكرانا إن كان يشرب أو سارقا أو قاتلا أو ما كان من أمور التعدي فيقول له الحكم العدل هذه الأفعال وإن وقعت فإنها مواضع شبهة والحاكم لا يحكم إلا ببينة فإن وقوع الشرب للخمر لا يؤذن بأنك بأنه ارتكب محرما ربما غص بلقمة ربما هو مريض فما استعمل إلا حلالا ربما قيل هذا قاتل أو قاتل أبيه أو أحد ممن هذا القاتل وليه فاعتدى عليه بمثل ما عتدي عليه ولا أعلم أعلم ذلك إلا بدليل فصورته صورة مخذول ولكن هذه شبهة فيقول خصمي يسلم لي أن هذا متعد حد الله في شرب الخمر أو قتله أو ما كان من أفعال المعاصي في ذلك الحال فيقول الراحم نعم صدق أو صدق إلا أني أو إلا أن لي في المحل سلطانا قويا يشد مني وهو معي على المنتقم قال له الحاكم ومن هو قال الاسم المؤمن قد نزل عنده في دار الإيمان وهو قلبه فله الأمان فقال فدعه فجاء فقال أنت في هذا المحل عابر سبيل أو هو محلك وملكك فيقول هو محلي وملكي وما عارضني في ملكي صاحب هذا الفصل أو هذا الفعل الذي هو العاصي فجزاه الله خيرا استعملني في كل حال بما تعطيه حقيقتي وأنا محتاج إليه فيقول للمنتقم تأخر عنه حتى نشاور الاسم المريد الذي هو الحاجب الأقرب إلى الله تعالى فإن له المشيئة في هذا العبد وفي هذا الحكم فلا يزال الأمر متوقفا إلى انتهاء المدى وهو الأجل المسمى الذي هو الموت فإن مات على المخالفة تسلمه المريد وإن تاب عند الموت تأخر المنتقم عنه بالكلية وتسلمه الراحم وأصحابه وانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمان الموت وفي الكافر كما قرر أو كما قررناه فاعلم نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى العلم والفهم كما قرر